السنة دي هم التلات روابط اللي موجودين قدامي بس دول قلت لو انا عندي اي اسم بيشير الى انسان او اي حاجة تخص كلمة بيبل او بيرسونز طالما قلت كلمة بيبل او بيرسونز او اي اسم بيندرك تحتهم يعني ايه اي اسم يندرك تحتهم يعني قلت بوي قلت جيرل قلت مان قلت ومن الكلام ده كله الكلام ده كله اقدر استخدم بعده الرابط هو اي اسم يشير لانسان زي كلمة بيبل او ما يندرك تحت كلمة بيبل زي بيرسون او بوي او جيرل او مان او ومن او اي وظيفة لو قلت تيتشر لو قلت دكتور طالما بتشير الى انسان يبقى انا باستخدم هنا هوت رابط وصل او رابط جملة وصفية لهم اللي هو اما هو وفي حالة غيابه باستخدم بديله ذات زي اقدر اقول زيس از زي بيرسون مثلا هو ده الشخص زي بيرسون على طول هيجي في دماغي هو او ذات هو او ذات هلبي دمي يستر دي هو ده الشخص اللي ساعدني بالامس تمام ده بالنسبة لجزئية هو وذات يبقى زيس ازا بيرسون هو هلبي دمي شفت كلمة بيرسون شفت كلمة بيبل شفت اي اسم يشير الى البيبل عمتا يبقى باستخدم يا هو يا ذات طيب بالنسبة لي الرابط التاني اللي هو ويتش او ذات ما لو ويتش او ذات قلنا بتحل محل غير عاقل اي اسم يشير الى غير عاقل ايه الاسم اللي بيشير لغير عاقل كلمة لو انا قلت اشياء يبقى لو قلت حيوانات يبقى يبقى طالما عندي وما يندرك تحتها وما يندرك تحتها يبقى باستخدم الرابط او ذات سينجس او انيمالز او ما يندرك تحتها قلت بوك يبقى ويتش قلت كار يبقى ويتش تمام قلت ووتش ساعة يد يبقى ويتش قلت كاميرا يبقى ويتش قلت موبايل يبقى ويتش كمبيوتر ويتش كل الاسماء ديت بتشير الى غير عاقل يبقى انا بستخدم الرابط بعدها يا اما ويتش يا اما البديل بتاحها اللي هو ذات فقدر اقول مثلا this is the bike هي دي العجلة my father bought my father bought اللي بابا اشتراها يبقى هنا هو على طول هاقول له this is the bike which my father bought which my father bought مفيش ترجمة نانسي قنقر